بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأذكى التسليم على ملاد الورى في الموقف العظيم سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر المحجرين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسلي أمري واحلل عقدة من لسان يفقه قولي إخواني الكرام نستأنف مجالسنا في سرد أحاديث الموطئ للإمام مالك رحمه الله تعالى وقد كنا توقفنا في المجلس الماضي عند باب القضاء في رهن الثمر والحيوان وإن شاء الله نستأنف من ذلك الباب سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يسر الأمور وأن يصرف الموانع بمنه تعالى وكرمه بسم الله الرحمن الرحيم روينا بأساندنا إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى قال باب القضاء في رهن الثمر والحيوان قال يحيى سمعت مالكا يقول في من رهن حائطا له إلى أجل مسمى فيكون ثمر ذلك الحائط قبل ذلك الأجل إن الثمر ليس برهن مع الأصل إلا أن يكون الشرط ذلك المتهن في رهده وإن الرجل إذا ارتهن جالية ويحامل وحملت بعد ارتهانه إياه إن ولدها مع قال مالك فرق بين الثمر وبين ولد الجالية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه قال والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من باع وليدة أو شيئا من الحيوان وفي بطن الجنين أن ذلك الجنين المشتري اشتراطه المشتري أو لم يشترطه اشتراطه المشتري أو لم يشترطه فليست النخل مثل الحيوان وليست ثمر مثل الجنين في بطن أمه قال مالك من ما يبين ذلك أيضا أن من أمر الناس أن يرهن الرجل ثمر النخل ولا يرهن النخل وليس يرهن أحد من الناس جنين في بطن أمه من الرقيق ولا من الدوى باب القضاء في الرهن من الحيوان قال يحي سمعت مالكا يقول الأمر الذي لا خلاف فيه عندنا في الرهن أن ما كان من أمر يعرف هلاكه من أرض أو دار أو حيوان فهرك في يد المرتهن وعلم هلاكه فهو من الراهن وإن ذلك لا ينقص من حق المرتهن شيئا وما كان من رهن يهلك في يد المرتهن فلا يعلم هلاكه إلا بقوله فهو من المرتهن وهو لقيمته ضامن يقال له صفه فإذا وصفه أحرف على وصفه وتسبية ما فيه ثم يقوبه أهب البصر بذلك فإن كان فيه فضل عما سمى فيه المرتهن أخذه الراهن وإن كان أقل مما سمى أحرف الراهن على ما سمى المرتهن وبطل عنه الفضل الذي سمى المرتهن فوق قيمة الرهن فإن أبى الراهن أن يحرف أعطي المرتهن ما فضل بعد قيمة الرهن فإن قال المرتهن لا علم لي بقيمة الرهن حلف الراهن على صفة الرهن وكان ذلك له إذا جاء بالأمر الذي لا يستنكر قال مالك ذلك إذا قمض المرتهن الرهن ولم يضعه على يدي غيره باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين قال يحيى سبيعة مالك ليقول في الرجلين يكون له رهن بينهبا فيقوب أحد باب بيئ رهنه وقد كان الآخر أنظره بحقه سلسل قال مالك إن كان يقدر على أن يقسب الرهن ولا ينقص حق الذي أنظره بحقه بيعله نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه وإن خيف أن ينقص حقه بين الرهن فأعطي الذي قام ببيع رهنه حقه ومن ذلك فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الرهن وإلا حلف المرتهن أنهما أنظره إلا ليوقف لرهنه على هيئته ثم أعطي حقه قال يحيى سمعت مالك أن يقول في العبد يرهنه سيده وللعبد مال إن مال العبد ليس برهن إلا يشترطه المرتهن باب القضاء في جامع رهن قريح سمعت مالك أن يقول من يرتهن متاعا فهذا كان متاعا عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمع على التسمية وتداعيا في الرهن فقال الرهن قيمته عشرون دينار وقال المرتهن قيمته عشرة دينار والحق الذي إلى الرجل فيه عشرون دينار قال مالك يقال الذي في يده الرهن صفه فإذا وصفه أحرف عليه ثم قام بتلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن أردل إلى الرهن بقية حقه وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الرهن وإن كان القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجلين يختلفان في الرهن يرهن أحدهما عند صاحبي فيقول الرهن أرهنتكه بعشرة دينار ويقول المرتهن ارتهنته منه بعشرين دينار والرهن ظاهر بين المرتهن بيد المرتهن قال يحلف المرتهن حتى يحيط بقيمة الرهن فإن كان ذلك لا زيادة فيه ولا نقصان عما حلف أن له فيه أخذ المرتهن بحقه وكان أولى بالتبديئة باليمين لقبض الرهن وحياسته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه قال وإن كان الرهن أقل من العشرين التي سمى أخرف المرتهن على العشرين التي سمى ثم يقال للرهن إما أن تعطيه الذي خلف عليه وتأخذ رهنك وإما أن تحرف على الذي الذي حلف عليه وإما أن تحرف على الذي قلت أنك رهنت هو يبطل عنك ما زاد المرتهن على قيمة الرهن فإن حلف الرهن بطل عنه ذلك وإن لم يحلف لزمه غرم ما حلف عليه المرتهن قال مالك فإن هلك الرهن وتناكر الحق فقال الذي له الحق كانت لي فيه عشرون دينار وقال الذي عليه الحق ثم لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير وقال الذي له الحق قيمة الرهن عشرة دنانير وقال الذي عليه الحق قيمة عشرون دينار قيل للذي له الحق صفه فإذا وصفه أحرف على صفتي ثم أقام تلك الصفة أهل المعرفة بها فإذا كانت قيمة الرهن أكثر مما يدعي فيه المرتاهن أحلف على مدعى ثم يعطى الرهن ما فضل من قيمة الرهن فإن كانت قيمة الرهن أقل مما يدعي فيه المرتهن أحلف على الذي زعم أنه له فيه ثم قاصه بما بلغ الرهن ثم أحلف الذي عليه الحق على الفضل الذي بقي للمدعى عليه بعد مبلغ ثمن الرهن وذلك أن الذي بيده الرهن صار مدعيا على الرهن فإن حلف بطل عنه بقية ما حلف عليه المرتهن من مدعى فوق قيمة الرهن وإن نكل لزمه ما بقي من حق المرتهن بعد قيمة الرهن باب القضاء في كراء الدابة والتعدي بها قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يستكري الدابة إلى المكان المسمى ثم يتعدى ذلك المكان ويتقدم قال فإن رب الدابة يخير فإن أحب أن يأخذ كراء دابة إلى المكان الذي تعدي بها إليه أعطي ذلك ويقفض دابة وله الكراء الأول وإن أحب رب الدابة فله قيمة دابتي من المكان الذي تعدى منه المستكري وله الكراء الأول إن كان استكرا الدابة البدأة فإن كان استكراها ذاهبا وراجعا ثم تعدى حين بلغ البلد الذي استكرا إليه فإنما لرب الدابة نصف الكراء الأول وذلك أن الكراء نصفه في البداءة ونصفه في الرجعة فتعدى المتعدي بالدابة ولم يجب عليه إلا نصف الكراء الأول ولو أن الدابة هلكت حين بلغ بها البلد الذي استكرا إليه لم يكن على المستكري ضمان ولم يكن للمكري إلا نصف الكراء قال وعلى ذلك أمر أهل التعدي والخلاف لما أخذوا عليه الدابة قال وكذلك أيضا من أخذ مالا قراضا من صاحبي فقال لو رب المال لا تشتري به حيوانا ولا تبتع كذا وكذا لسلع يسميها وينهاه عنها ويكره أن يضع ماله فيها فيشتري الذي أخذ المال الذي نهي عنه يريد بذلك أن يضمن المال ويذهب بربح صاحبه فإذا صنع ذلك فرب المال بالخيار إن أحب أن يدخل معه في السلعة على ما شرطا بينهما من الربح فعل وإن أحب فلو رأس ماله ضامنا على الذي أخذ المال وتعدى قال وكذلك أيضا الرجل يبضع معه الرجل بضاعة فيأمره صاحب المال أن يشتري له سلعة باسمها فيخالف فيشتري ببضاعته غير ما أمره به ويتعدى ذلك فإن صاحب البضاعة عليه بالخيار إن أحب أن يأخذ مشتري له بماله أخذه وإن أحب أن يكون المبضع معه ضامنا لرأس ماله فذلك لهباب القضاء في المستكرهة من النساء حدثني مالك العين بن شعب أن عبد الملك بن مروان قضى بمرأة أصيبت مستكرهة بصداقها على من فعل ذلك بها قال يحيى سمعت مالك ليقول الأمر عندنا في الرجل يتصب المرأة بكرا كانت أو ثيبة إنها إن كانت حرة فعليه صداق مثلها وإن كانت أمة فعليه ما نقص من ثمنها والعقوبة في ذلك على المغتصب ولا عقوبة على المغتصبة في ذلك كله وإن كان المغتصب عبده فذلك له على سيده إلا أن يشاء يسلمه باب القضاء في استهلاك الحيوان والطعام غيره قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه ليس عليه أن يؤخذ بمثه من الحيوان ولا يقول له أن يعطي صاحبه فيما استهلك شيئا من الحيوان ولكن عليه قيمته يوم استهلكه القيمة أعدل ذلك فيما بينهما في الحيوان والعروض قال وسمعت مالكا ليقول من استهلك شيئا من الطعام بغير إذن صاحبه فإنما يرد إلى صاحبه مثل طعامه بمكيلته من صنفيه وإنما الطعام بمنزلة الذهب والفضة إنما يرد من الذهب والفضة ومن الذهب الذهب ومن الفضة الفضة وليس الحيوان بمنزلة الذهب في ذلك فارق بين ذلك السنة والعمل المعمول به قال يحيى وسمعت مالكا يقول إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه ورابح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه باب القضاء في من يرتد عن الإسلام حدثنا يحيى عن مالكا عن زيد بن إسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غير دينه فاضربوا عنقه نعم هذا في حد المرتد ونحن نجد الآن كثير من الصعافقة يقولون بأن المرتد لا شيء عليه وخاصة هؤلاء المتفلسفون الذين يتكلمون باسم المقاصد الشريعة وغير ذلك قال وسمعت مالكا يقول ومع نقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى الله أعلم من غير دينه فاضريبوا عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباعهم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبته وإنما كانوا يسرون الكفر وإعلنون الإسلام فلا أرأي يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعنى بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأليان كلها إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم حدثني مالك العبد الرحمة بن محمد بن عبد الله بن عبد النقاري عن أبيه أنه قال قدما على عمر بن الخطاب رجل من قبل أبي موسى الأشعري فسألوا عن الناس فأخبره ثم قال له عمرو هل كان فيكم من مغربة مغربة خبر فقال نعم رجل كفر بعد إسلام فقال ما فعلتم به قال قربناه فضربنا عنقه فقال عمرو أفلا حبستموه ثلاثة وأطعمتموه كل يوم رغيفة واستتبتموه لعله يتوب ويراجع أمر الله ثم قال عمر اللهم إني لم أحضر ولم أمر ولم أرضى إذ بلغني باب القضاء في من وجد مع امرأته رجل حدثنا يحيى عن مالك العنسهيل بن أبي صالح أسعد بن عبالة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم محدثني مالك ونعيحي بن سعيد سعيد بن موسيبي أن رجلا من أهل الشام وجد مع امرأتي رجلا فقتله أو قتلهما معا فأشكل على معاوية ابن أبي سفيان قضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعري يسأل له علي ابن أبي طالب فسأل ابن موسى عن ذلك فقال علي إن هذا الشيء ما هو بأرضي عزمت عليك لا تخبرني فقال له أبو موسى كتب إلي معاوية ابن أبي سفيان أن أسألك عن ذلك فقال علي أنا أبو حسن إلا بيأتي بأربعة شهداء فليعطي برمته فليعطى برمته نعم نعم يعطى برمته الغالب أنه يعني يقار عليه الحد لأنه لا يجوز له أن يقتل أن يتهم ويقتل من غير شهود وهذا عجيب أن فيه استفتاء معاوية لعلي وذلك عن طريق أبي موسى الأشعري وهذه سبحان الله من مناقب علي ومن مناقب معاوية كذلك باب القضاء في المنبوذ قال يحيق الملك عن ابن شعبير عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم أنه وجد منبوذا في زمن عمر بن الخطاب قال فجئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسامة فقال وجدتها ضائعة فأخذتها فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صارح فقال له عمر أكذلك قال نعم فقال عمر بن الخطاب اذهب فهو حر ولك ولائه علينا نفقته قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في المنبوذ أنه حر وأن ولائه للمسلمين هم يلثونه ويعقلون عنه المنبوذ يعني من تخلت عنه أمه وأبوه وألقوه في الشارع فقد يكون ابن زينة أو قد يكون غير ذلك ولكننا المتخلى عنه باب القضاء بالحق ولدي بأبي قال يحيان مالكا عن ابن الشاب عن عرض ابن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان عسوة ابن أبي وقاص عهد إلى أخي سعد ابن أبي وقاص أن ابن وليدتي زمعة مني فاقبضه إليك قالت فلما كان عام الفتح أخذ سعدون وقال ابن أخي قد كان عهد إلي فيه فقام إلي عبد ابن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فتساوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتساوق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعدون يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه وقال عبد ابن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد ابن زمعة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاد للفراش وللعاهد للحجار ثم قال لما رأى من شبهه بعثبة ابن أبي وقاص قالت فما رآها حتى لقي الله وحدث لمالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن حالة التيمية عن سليمان بن يساب عن عبد الله بن أبي أميت أن امرأة انهلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشر ثم تزوجت حين حلت فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر ثم ولدت ولدا تاما فجاء زوجها إلى عمر بن خطاب فذكر ذلك الأوفى دعي عمر بنسوة من نساء الجهلية قدماء فسألهن عن ذلك فقالت امرأة منهن أنا أخبرك عن هذه المرأة هلك عنها زوجها حين حملت بله فأهريقت عليه الدماء فحش ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحها وأصاب الولد الماء تحرك الولد في بطنها وكبر فصدق عمر بن خطاب وفرق بينهما وقال عمر أما إنه لم يبلغني عنكم إلا خير وألحق الولد بالأول وحدثني عن مالك وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسال أن عمر بن خطاب كان يوليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام فأتى الرجلان كلاهما يدعي ولد مرأة فدع عمر قائفا فنظر إليهما فقال القائفون قد اشترك فيه فضربوا عمر بالدر ثم دع المرأة فقال أخبريني خبرك فقالت كان هذا لأحد الرجلين يأتيني وهي في إبريد لأهلها فلا يفارقها حتى يظن وتظن أنه قد استمر بها حبل ثم انصرف عنها فأهريقت عليه لماء ثم خلف عليها هذا تعني الآخر فلا أدري من أي ماه قال فكبر القائف فقال عمر للغلام ولي أيهما شئت وحدثني مالكا أنه بلاه أن عمر بن الخطاب أو عثمان بن عفان قضى أحدهما في مرأة غرت رجلا بنفسها وذكرت أنها حرة فولدت له أولادا فقضى أن يفتدي ولده بمثلهم قال يحيى سمعت مالكا يقول والقيمة أعدل في هذا إن شاء الله نعم كان يليط أولاد الجاهلية بمن دعاهم في الإسلام لأنه في الجاهلية كثر الزنا فكان أولاد الزنا موجودين فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعمل التقفية وغير ذلك من العلوم وينسب الإبن لمن أنسبه إليه أو ألحقه به من الآباء أو لمن كان يشبهه هذا معنى يليطه يعني يلسقه باب القضاء في ميراث الولد المستلحقي قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يهلك وله بنونا فيقول أحدهم قد أقر أبي أن فلانا ابنه إن ذلك النسب لا يثبت بشهادة إنسان واحد ولا يجوز إقرار الذي أقر إلا على نفسه في حصته من مال أبيه يعطى الذي شهد له قدر ما يصيبه من ذلك المال الذي بيده قال مالكا تفسير ذلك أن يهلك الرجل ويترك ابنين له ويترك ستة مائة دينار فيأخذ كل واحد منهما ثلاثة مائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر أن فلانا ابنه فيكون على الذي شهد الذي استلحق مائة دينار وذلك نصف ميرات المستلحقي لو لاحق ولو أقر له الآخر أخذ المائة الأخرى فاستكمل حقه وثبت نسبه وهو أيضا بمنزلة المرأة تقر بالدين على أبيها أو على زوجها وينكر ذلك الورثة فعليها أن تدفع إلى الذي أقرت له بالدين قدر الذي يصيبها من ذلك الدين لو ثبت على الورثة كلهم إن كانت امرأة ورثت بالثم دفعت إلى الغريم ثم نادينه وإن كانت ابنة ورثة نصف دفعت إلى الغريم نصف دينه على حساب هذا يدفع إليه من أقر له من النساء قال مالك وإن شهد رجل على مثل ما شهدت به المرأة إن لفلان على أبيه دين أحلف صاحب الدين مع شهادة شاهده وأعطي الغريم حقه كله وليس هذا بمنزلة المرأة لأن الرجل يتجوز شهادته ويكون على صاحب الدين مع شهادة شاهده أن يحلف ويخذ حقه كله فإن لم يحلف أخذ من المرأة الذي أقر له قدر ما يصيبه من ذلك الدين لأنه أقر بحقه وأنكر الورثة وجاز عليه إقراره قلت ومن ذلك مدورة الأسرة عندنا أنها ألحقت المولودة بزنة أثناء الخطبة أثناء الخطبة أو المولود في الاقتصاب يلحق بوالده يعني بمن نكح أمه فيلحق به إذا ثبت أنه منه حقيقة سواء عن طريق الحساب الطبي أو غير ذلك وفي هذا خير حتى لا يكثر المتخلى عنهم وأبناء الزنا وغير ذلك وهذا من أصل تلك المسألة وهو مسألة الاستلحاق وهي معروفة في الميراث وفي القضاء باب القضاء في أمهات الأولاد قال يحيق على ملك عبد الشاب عن سالم بن عبد الله عن أبي أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطأون ولا إدهم ثم يعزلونهن لا تأتيني وليدة يعترب سيده أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو يتركوا وحدثني ملك عن نافي عن صفية بنت أبي عبيد أن أخبرته أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يطأون ولا إدهم ثم يدعونهن ثم يدعوهن يخرجن لا تأتيني وليدة يعترب سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن قال يحيى وسمعت مالك يقول الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها باب القضاء في عمارة الموارد حدثني يحيى عن مالك عن إن شام وعروة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحيى أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم الحق قال مالك والعرق الظالم كل محتوف أو أخذ أو غرس بغير حق وحدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبي أن عمر من خطاب قال من أحيى أرضا ميتة فهي له قال مالك وعلى ذلك الأمر إننا باب القضاء في المياه حديث 1500 حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله من أبي محمد من عمر من حزم أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أله قال في سيل مهزور ومذينب يمسك حتى الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل وحدثني مالك عن أبي الزنادي عن أعراجان أبي هرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع أبي الكلاء وحدثني مالك عن أبي رجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر باب القضاء في المرفق حدثني يحيى عن مالك عن عمر بن يحيى المازني عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار حدثني مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغريزها في الجدار فهذا لا ضرر ولا ضرار هذا من القواعد الفقهية لأن القواعد الفقهية منها ما أصله مفهوم عام ومنها ما أصله حديث نبوي ومنها ما أصله آية قرآنية فهذا حديث نبوي وهو قاعدة في الفقه وحدث لمالكنا العمر بن يحي المازني عن أبي أن الضحاك من خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبا محمد فقال له الضحاك لما تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك فأبا محمد فكلم في الضحاك عمر بن الخطاب فدع عمر بن الخطاب محمد بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله فقال محمد لا فقال عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه ولك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك فقال محمد لا والله فقال عمر والله لا يمرن به ولو على بطنك فأمره أن يمر به ففعلت ضحاك وحدثة لمالكا عن عمر بن необходимо زني عن أبي أنه قال كان في حائط جدى ربيع لعبد الرحمن بن عوفين فأراد عبد الرحمن بن عوفين أن يحوله إلى ناحية من الحائط وهي أقرب إلى أرضه فمنعه صاحب الحائط فكلم عبد الرحمن بن عوفين عمر بن خطاب فقضى لعبد الرحمن بن عوفين بتحويله هذه تسمى أقضية عمر بن خطاب وكان يعتمد في أنفقاء خاصة المالكية باب القضاء في قسم الأموال حدثني يحيى عن مالك عن ثوري بن زيد الدي لأنه قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي مدال أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية وأي مدال أو أرض أدركها الإسلام ولم تقسم فهي على قسم الإسلام قال يحيى سمعت مالك أن يقول في من هلك وترك أموالا بالعالية والسفيلة إن البعلى لا يقسم مع النضح إلا أن يرضى أهله بذلك وإن البعلى يقسم مع العين إذا كان يشبهها وأن الأموال إذا كانت بأرض واحدة الذي بينهما متقارب أنه يقام كل مال منها ثم يقسم بينهم المساكن والدور بهذه المنزلة باب القضاء في الضواري والحريصة حدثني يحيى عن مالك عن ابن شيابين عن حرام ابن سعدين ابن المحييصة أن ناقة للبراء ابن عازيب دخلت حائط رجل فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأنما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها وحدثني مالك عن عزيشة ابن عروة عن أبي عن يحيي ابن عبد الرحمن ابن حاطب أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من المزينة فانتحروها فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثير من الصلط أن يقطع إيديهم ثم قال عمر أراك تجيعهم ثم قال عمر والله لا أغرمنك غرما يشق عليك ثم قال للمزاني كم ثمن ناقتك فقال المزاني قد كنت والله أمنعها من أربعمائة درهم فقال عمر أعطي ثمانمئة درهم قال يحيي سمعت مالكا يقول وليس على هذا العمل عندنا في تضعيف القيمة ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنه إنما يغرم الرجل قيمة البائل أو الدابة يوم يأخذها نعم القضاء في من أصاب شيئا من البهائم قال سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في من أصاب شيئا من البهائم إن أن على الذي أصاب قدر ما نقص من ثمنها قال يحيى وسمعت مالكا يقول في الجمل يصول على الرجل فيخافه على نفسه فيقتل أو يعقره فإن كانت له بيينة على أنه أراده وصال عليه فلا فرم عليه وإن لم تقم له بيينة إلا مقالته فهو ضامن للجمل القضاء فيما يعطى العمال قال يحيى سمعت مالكا يقول في من دفع إلى الغسال ثوبا يصبغه فصبغه قال صاحب الثوب لم أمرك بهذا الصبغي وقال الغسال بل أنت أمرتني بذلك فإن الغسال مصدق في ذلك والخياط مثل ذلك والصائب مثل ذلك ويحلفون على ذلك إلا أن يأتوا بأمر لا يستعملون في مثله فلا يجوز قولهم في ذلك وليحلف صاحب الثوب وإن ردها وأبائي يحلف حلف الصبا قال وسمعت مالكا قال وسمعت مالكا يقول في الصباغ يدفع إلي ثوب فيخطئ به فيدفع إلى رجل آخر حتى يلبسه الذي أعطاه إياه إنه لا غرم على الذي لبسه ويغرم الغسال لصاحب الثوب وذلك أن إذا لبس الثوب الذي دفع إليه على غير معرفة بأنه ليس له فإن لبسه ويعرف أنه ليس ثوبه فهو ضامن لباب القضاء في الحمالة والحول قال وسمعت مالكا يقول الأمر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه أنه إن أفلس الذي احتيل عليه أو مات فلم يدع وفاء فليس للمحتال على الذي أحاله شيء أنه لا يرجع على صاحب الأول قال مالكا وهذا الأمر الذي الاقتلاف فيه عندنا قال مالكا فأمر رجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر ثم يهلك المتحمل أو يفلس فإن الذي تحمل له يرجع على غريمه الأول باب القضاء في من افتاعت هوبا وبه عيب قال يحيل سمعت مالكا يقول إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق وغيره قد علمه البائع فشهد عليه بذلك أو أقر به وأحدث فيه الذي ابتاعه حدث من تقطيع ينقص من ثمن التوب ثم علم المبتاع بالعيب فهو رد على البائع وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعيه قال وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار فزعم الذي باعه أنه لم يعلم بذلك وقد قطع الثوبا الذي ابتاعه أو صبغه فالمبتاع بالخيار إن شاء يوضع عنه قدر ما نقص الحرق أو العوار من ثمن الثوب من ثمن الثوب ويمسك الثوب فعل وإن شاء أن يغرم ما نقص التقطيع أو الصبغ من ثمن الثوب ورده فعلا وهو في ذلك بالخيار فإن كان المبتاع قد صبغ الثوب صبغا يزيد في ثمنه فالمبتاع بالخيار إن شاء أن يوضع عنه قدر ما نقص العيب من ثمن الثوب وإن شاء يكون شريكا للدباع والثوب فعلى وينظر كم ثمن الثوب فيه الحرق والعوار فإن كان ثمن عشر الدراهم وثمن ما زاد فيه الصبغ خمسة الدراهم كانت شريكين في الثوب لكل واحد منهما بقدر حصتي فعلى حسابي هذا يكون ما زاد الصبغ في ثمن الثوب باب ما يجوز من النحل حدثني أحياء المايكة عبد الشعبين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوفين وعن محمد بن النعمان بن بشير لأنه ما أخبروا عن النعمان بن بشير أنه قال إن أباه بشير أوتي أبيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنني نحلت هذا غلاما كان غلاما لي إني نحلت هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتجعه وحدثني مالك العليب بن شهاب عن عروة بن الزبيري عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أنها كان نحلها جادة عشرين واسقى من ماله بالغابة فلما حضرته الوفاة قال والله يا بني ما من الناس أحد أحب إلي غناً بعدي منك ولا أعز علي فقراً بعدي منك وإني كنت نحلتك جادة عشرين واسقى فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك وإنما هو اليوم مال وادث وإنما هما أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب الله قالت عائشة فقلت يا أبتي والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى فقال ذو بطني بنت خارج أراها جارية وحدث لمالك عن ابن الشهابين عن عربة ابن الزبيري عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب قال ما بال رجال يلحلون أبناءهم نحلى ثم يمسكونها فإن مات ابن أحدهم قال مالي بيدي لم أعطيه أحدا وإن مات هو قال هو لابني فقد كنت أعطيته إياه من نحل نحلة فلم يحزها الذي نحي لها حتى يكون إن مات لورثتي فهي باطل باب ما لا يجوز من العطية قال يحي سمعت ماليكا يقول الأمر عندنا فيما أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابا فأشهد عليها فإنها ثابتة للذي أعطيها إلا أن يموت المعطي قبل أن يقبضها الذي أعطيها قال وإن أراد المعطي إمساكها بعد أن أشهد عليه فليس ذلك له إذا قام عليه بها صاحبها أخذها قال ماليكا ومن أعطى أعطية ثم نكل الذي أعطاه فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك عرضا كان أو ذهبا أو وريقا أو حيوانا أحلف الذي أعطيه مع شهادة شاهده فإن أما الذي أعطيه أن يحلف حلف المعطي وإن أما أن يحلف أيضا أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد وإن لم يكن له شاهد فلا شيء له قال ماليكا ومن أعطى أعطية لا يريد ثوابا ثم مات المعطى فورثته بمنزلته وإن مات المعطي قبل أن يقبض المعطى أعطيته قبل أن يقبض المعطى أعطيته فلا شيء له وذلك أنه أعطيه عطاء لم يقبضه فإن أراد المعطي أن يمسكها وقد أشهد عليها حين أعطاها فليس ذلك إذا قام صاحب وأخذ باب القضاء في الهبة حدثني ما يكون عن داود بن الحسين عن أبي غطفان من الطريف المري أن عمر بن الخطاب قال من وهب هبة لصيلة رحم أو على وجه صدقتي فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبة يرجع فيها إذا لم يرضى منها قال سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الهبة إذا تغيرت عند الموهوب له للثواب بزيادة أو نقصان فإن على الموهوب أن يعطي صاحبها قيمتها يوم قبضها باب الاعتصار بالصدقاء قلت وكثير من الناس يخشى أن يتنازع أبنائه في ميراثه فيوزعه على أبنائه في حياته ولما يوزعه يوزعه بتقسيم الميراث على أبنائه للذكر مثل حظ الأنتين والأصل أن الميراث إنما يأخذه بعد الموت وليس قبل الموت فمن وزع ميراثه في حياته فهو هدية هو هبة فمتى كان هبة فيجب أن يعطيها لأبنائه بالتساوي لا يعطي للذكر مثل حظ الأنتين وقد كان أذكر أن أحد شيوخنا رحمه الله تعالى كلم لي وقال لي حدث لي مشكل مع ابنتي لأنني أعطيت ابني فلانا وفلانا كذا وكذا وأعطيتها النصف فغضبت وقالت لي لماذا أعطيتهم ضعف ما أعطيتني فقلت لها حقك في الميراث فقلت له عندما أعطيت أنت إنما أعطيت هدية وهبة ولم تعطي ميراثا فكان يجب أن تساوي في العطاء بين أبنائك لأنه لا يجوز التفرقة بين الأبناء والله أعلم باب الاعتصار في الصدقة قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أن كل من تصدق على ابني بصدقة قامضها الإبن أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقتي فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك لأنه لا يرجع بشيء من الصدقة قال وسمعت مالكا يقول الأمر المجتمع وعلي عندنا في من نحى لا ولده نحلا أو أعطاه عطاء ليس بصدقة إن له أن يعتصر ذلك ما لم يستحدث الولد دينا تدينه الناس به ويأمنونه عليه من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه فليس لأبي أن يعتصر من ذلك شيئا بعد أن يكون عليه الديون قال مالكا أو يعطي الرجل ابنته أو ابنه المال فتنكح المرأة الرجل وإنما تنكحه لغناه وللمال الذي أعطاه أبوه فيريد أن يعتصر ذلك الأب أو يتزوج الرجل المرأة قد نحلها أبوها النحلف إنما يتزوجها ويرفع في صداقها لغناها ولمالها وما أعطاها أبوها ثم يقول الأب أنا أعتصر ذلك فليس له أن يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك إذا كان على ما وصفت لك باب القضاء في العمرة حدث لمالكا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبي فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث وحدث لمالكا عن يحي بن سعيد عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع مكحولا دمشقي يسأل القاسم بن محمد العمرة وما يقول الناس فيها وقال قاسم بن محمد ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا قال يحي سمعت مالكا يقول وعلى ذلك الأمر عندنا أن العمرة ترجع إلى الذي أعمرها إذا لم يقل هي لك ولعقبك وحدث لمالكا عن نافه لأن عبد الله بن عمر وريث حفصة بنت عمر دارها قال وكانت حفصة قد أسكنت بنت زيد بن الخطاب ما عاشت فلما توفيت بنت زيد بن الخطاب قبض عبد الله بن عمر المسكنة ورأى أنه له نعم العمرة مثلا تعطيه الملكة وتقول هو لك ما عشت أو لك ما عشت فإذا قضى حياته أو حياتك يرجع الملك إلى صاحبه باب القضاء في اللقطة حدثني مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد عن يزيد مولى المنبعثي عن زيد بن خالد الجهني أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عني اللقطة فقال اعرف حفاصها وكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم يا رسول الله قال هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال وضالة الإبلي فقال ما لك ولها ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء أو تأكل الشجرة حتى إلقاها ربها وحدثني مالك عن أيو بن موسى عن معاوية بن عبد الله بن مدر الجواني أن باه أخبره أنه نزل منزل قوم بطريق الشام فوجد سرة فيها ثمانون دينارة فذكر لي عمر بن خطاب فقال له عمر عرفها على أبواب المساجد واذكرها لكل من يأتي من الشام سنة فإذا مضت السنة فشأنك بها الله أكبر الله أكبر أذن الأصل لحديث عشرون وخمسمائة وألف وحدثني مالك عن نافع أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى عبد الله بن عمر فقال له إني وجدت لقطة فماذا ترى فيها قال له عبد الله بن عمر عرفها قال قد فعلت قال زيد قال قد فعلته فقال عبد الله لا آمرك أن تأكلها ولو شئت لم تأخذها باب القضاء في استهلاك العبد اللقطة قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر عندنا في العبد يجل اللقطة فيستهلكها قبل أن يبلغ الأجل الذي أجل في ذلك سنة أنها في رقبته إما أن يعطي سيده ثمن ما استهلك غلامه وإما أن يسلم إليهم غلامه وإن لمسك حتى يأتي الأجل الذي أجل في اللقطة ثم استهلكها كانت دينا عليه يتبع به ولم تكن في رقبته ولم يكن على سيدي فيها شيء باب القضاء في الضوال حدثني مالك عن ناحي بن سعيد سليمان بن يسال أن ثابت بن الضحاك الأنصاري أخبروا أنه وجد بعيدا بالحرة فعقى له ثم ذكروا لي عمر بن الخطاب فأمر عمر أن يعرفه ثلاثة مرات فقال له ثابت إنه قد شغلني عن ضيعتي فقال عمر أرسل حيث وجدته وحدثني مالكا عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قال وهو مسجد ظهر إلى كعبة من أخذ ضالة فهو ضال وحدثني مالكا أنه سمع بن شهاب يقول كان الضوال والإبلي لا تناتج لا يمسها أحد حتى إذا كان عثمان بن عفان أمر بتعليفها ثم تباع فإذا جاء صاحبها أعطي ثمنها باب صدقة الحي عن الميت حدثني مالكا عن سعيد بن عمر ابن شرحبيلة ابن سعيد ابن سعد ابن عبادة عن أبيه عن جدي أنه قال خرج السعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فحضرت أمه فحضرت أمه الوفاة بالمدينة فقال لها أوصي فقالت فيما أوصي إنما المال مال سعد فتوفيت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد بن عبادة ذكر ذلك له فقال سعدني يا رسول الله هل ينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أليه نعم فقال سعد الحائط وكذا وكذا هو صدقة عنها لحائط سماء وحدثني مالكا عن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدقت أفأتصدق عنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وحدثني مالكا أنه بلعو أن رجل من أنصار من بني حالة بن الخزرج تصدق على أبي بصدقة فهلك فعرث ابنهما المال وهي نخل فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد أجرت في صدقتك وخذها بميراثك نعم وفي هذا أن الميت ينتفع بعمل الحي خاصة إذا كان من أبنائه خلافا لمن أنكر ذلك مما الله فقه له بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الوصية باب الأمر بالوصية حدثني مالكا عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال مالكا الأمر المجتمع عليه عندنا أن الموصية إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدى له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت وإن أحب أن يطرح تلك الوصية أو يبديلها فعل إلا أن يدبر مملوكا فإن دبر فلا سبيل إلى تغيير ما دبر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق مرء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة قال مالكا فلو كان الموصي لا يقدر على تغيير وصيته ولا ما ذكر فيها من العطاقة كان كل موصي قد حبس ماله الذي أوصى فيه من العطاقة وغيرها وقد يوصي الرجل في صحته وعند سفريه قال مالكا فالأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه يغير من ذلك ما شاء غير التدبير باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفير حدثني مالكا عبد الله من أبي بكر بن حزم عن أبي أن عمرا من سليم الزرقي أخبره أنه قيل لعمر بن خطاب أن ها هنا هلاما يفاعا لم يحتلم بعده من غسان وبارثه بالشام وهو ذو مال وليس له ها هنا إلا من تعم قال عمر بن خطاب فليوصلها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جوشام قال عمر بن سليم سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وبنت عمه التي أوصى لها هي أم عمر بن سليم الزرقي وحدثني مالكا عن يحي بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن غلاما من غسان حضرت الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن خطاب فقيل له إن فلانا يموت أفا يوسي قال فليوسي قال يحي بن سعيد قال أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال فأوصى بئر جوشام فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم قال يحي سمعت مالكا يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن الضعيفة في عقله والسفيها والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به فأمام ليس معه من عقله ما يعرف بذلك ما يوصي به وكان مغلوبا على عقله فلا وصية له باب الوصية في الثلاث لا تتعدى هل حدث سقط لا أظن أنه حدث سقط حديث ثلاثون وخمس حدثني مالكا عن ابن شاب العامر ابن ساعد ابن ساعد ابن أبي وقاص عن أبي أنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجتي وداعي مع وجعي اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا من تولي أفأتصدق بالثلثي مالي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقلت فالشطر قال لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجع الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك فقال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على عقابهم مقولا يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة قال يحيى سمعت مالكا يقول في الرجل يوصي بثلث ماله لرجل ويقول ولامي يهدم فلانا ما عاش ثم هو حر فينظر في ذلك فيوجد العبد ثلث ماله ثلث مال الميت قال فإن خدمة العبد تقوم ثم يحاصانه الذي أوصي له بثلثه ويحاص الذي أوصي له بخدمة العبد بما قوم له من الخدمة العبد فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو من إجارته إن كانت له إجارة بقدر حصته فإذا مات الذي جعلت له خدمة العبد ما عاش عتق العبد عتق العبد قال وسمعت مالكا ليقول في الذي يوصي في ثلثه فيقول لفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا يسمي مالا من ماله فيقول ورثته قد زاد على ثلثه فإن الورثة يخيرون بين أن يعطوا أهل الوصايا وصاياهم ويأخذوا جميع مال الميت وبين أن يقسموا لأهل الوصايا ثلث مال الميت فيسلموا إليهم ثلثه فتكون حقوقهم فيه إن أرادوا بالغا ما بلغ باب أمر الحامل والمريض والذي يحضر القتال في أموالهم قال يحيى سمعت مالكا يقول أحسن ما سمعت في وصية الحامل وفي قضائها في مالها وما يجوز لها أن الحامل كالمريض فإذا كان المرض الخفيف غير المخوف على صاحبه فإن صاحبه يصنع في مال ما يشاء وإن كان المرض المخوف عليه لم يجوز لصاحبه شيء إلا في ثلثه قال وكذلك المرأة الحامل أول حملها بشر وسرور وليس بمرض ولا خوف لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال تبارك وتعالى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعو الله ربه ما لئن آتانا صالحا لنكونن من الشاكلين قال فالمرأة الحامل إذا أثقلت لم يجوز لها قضاء إلا في ثلثها فأول الإثمام ستة أشهر قال الله تبارك وتعالى في كتابه والوالي لا تيرضي عن أولاد والنحو لين كاملين وقال وحمله وفصاله ثلاثون شهر فإذا مضت للحامل ستة أشهر من يوم حملت لم يجوز لها قضاء في مالها إلا في الثلث قال وسمعت مالكا يقول في الرجل يحضر القتال إنه إذا زحف بالصف للقتال لم يجوز له أن يقضي في ماله شيئا إلا في الثلث وإنه بمزيرة الحامل والمريض المخوف عليه ما كان بتلك الحال نعم سبحان الله باب الوصية للوالد والحيازة قال يحيى سمعت مالكا ليقول في هذه الآية إنها مسوخة قول الله تبارك وتعالى انترك خيرا الوصية للوالد لين والأقربين نسخها ما نزل من قصة المالكا الفرائض في كتاب الله عز وجل قال يحيى سمعت مالكا ليقول السنة الثابتة عندنا التي لاختلاف فيها أنه لا تجوز وصية الوالد إلا أن يزيز له ذلك ورثة الميت وإن أجازه له بعضهم وأبى بعضهم جاز له حق من أجاز منهم ومن أبى أخذ حقه ومن ذلك قال سمعت مالكا ليقول في المريض الذي يوصي فيستأذن ورثته في وصيتي وهو مريض ليس له من ماله إلا ثلثه فيأذنون له أن يوصي لبعض ورثته بأكثر من ثلثه إنه ليس لهم أن يرجعوا في ذلك ولو جاز ذلك لم لهم صنع كل وارث ذلك فإذا هلك الموصي أخذوا ذلك لأنفسهم ومنعوه الوصية في ثلثه وما أذن له به في ماله قال فأما أن يستأذن ورثته في وصية يوصي بها لوارث في صحتي فإذنون له فإن ذلك لا يلزمهم لورثته أن يردوا ذلك إن شاء وذلك أن الرجل إذا كان صحيحا كان أحق بجميع ماله يصنع فيه ما يشاء وإن شاء يخرج من جميعه يخرج فيتصدق به أو يعطيه ما شاء وإنما يكون استئذان ورثته جائزا عن ورثته إذا أذن له حين يحجب عن ماله ولا يجوز له شيء إلا في ثلثه وحين هم أحقوا بثلثي ماله له ميراثة وحين تحضره الوفاة فيفعل ثم لا يقضي فيه الهالك شيئا فإنه رد على من وهبه إلا أن يقول له الميت فلان لبعض ورثته ضعيف وقد أحببت أنتهب له ميراثك فأعطاه إياه فإن ذلك جائز إذا سماه الميت له قال وإن وهب له ميراثه ثم أنفذ الهالك بعضه وبقي بعض فهو رد على الذي وهب يرجع إليه ما بقي بعد وفاة الذي أعطيه قال وسمعت مالك ليقول في من أوصى بوصية فذكر أنه قد كان أعطى بعض ورثته شيئا قد كان أعطى بعض ورثته شيئا لم يقفضه فأبل ورثة أن يجيز ذلك فإن ذلك يرجع إلى الورثة ميراثا على كتاب الله لأن الميت لم يريد أن يقع شيء من ذلك في ثلثه ولا يخاص أهل الوصائف في ثلثه بشيء من ذلك ولا يحاص باب ما جاء في المؤنث في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولاد حدث لمالك عن الشايبن عروة عن أبي أن مخنثا كان عند أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بأبي أمية رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع يا عبد الله إن فتح الله عليكم الطائفة غدا فأنا أدلك على ابنة غيلال فإنها تقبل بأربعين وتنفير بثمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم وحدث لمالك عني حيبن سعيد أنه قال سمية القاسم أبنى محمد يقول كانت عند عمر من خطاب رأة من الأنصال فولدت له عاصم أبنى عمر ثم إنه فرق فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصم يلعم بفناء المسجد فأخذ بعضله فوضعوا بين يليه على الدم فأدركته جندة الغلام فنازعت إياه حتى أتى يا أبو بكر الصديق فقال عمر إبلي وقالت المرأة إبلي فقال أبو بكر خلي بينها وبينه قال فما راجعه عمر بالكلام قال وسمعت مالك ليقول هذا الأمر الذي أخذ به في ذلك باب العيب في السلعة وضمانها قال يحيى سمعت مالك ليقول في الرجل يشتري السلعة من الحيوان أو الثياب أو العروض فيوجد ذلك البيع غير جائز فيرد فيرد ويؤمر الذي قبض السلعة أن يرد إلى صاحبه سلعته قال فليس لصاحب السلعة إلا قيمتها يوم قبضت منه وليس يوم يرد ذلك إليه وذلك أنه ضمنها من يوم قبضها فما كان فيها من نقصان بعد ذلك كان عليه فبذلك كان نماؤها وزيادتها له وإذا الرجل يقبض السلعة في زمان هي فيه نافقة مرغوب فيها ثم يرد في زمان هي فيه ساقطة لا يريدها أحد فيقبض الرجل السلعة من الرجل فيبيع بعشرة دنانير أو يمسكها وتمنها ذلك ثم يردها وإنما ثمنها دينار وليس له أن يذهب من مال الرجل بتسعة دنانير أو يقبضها منه الرجل فيبيع بدينار أو يمسكها وإنما ثمنها دينار ثم يردها وقيمتها يوم يرد وعشرة دنانير فليس على الذي قبضها أن يغرم لصاحبها من ماله تسعة دنانير إنما عليه قيمة ما قبض يوم قبضه قال مالك وما يبين ذلك أن السارق إذا سرق السلعة فإنما ينظر إلى ثمنها يوم سرقها فإن كان يجب فيه القطع كان ذلك عليه وإن استأخر قطعه إما في سجن يسجن فيه حتى ينظر في شأنه وإما يحرم السارق ثم يأخذ بعد ذلك فليس استئخار قطعه بالذي يضع عنه حدا قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت تلك السلعة بعد ذلك باب جامع القضاء وكراهيتي حدث لمالك عليه حين السعيد أن أبد درداء كتب إلى سلمان الفارس أنهر إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان وإن الأرض لا تقدس أحد وإنما يقدس الإنسان عمله وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوي فإن كنت تبرئ فلعمى لك وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار فكان أبد درداء إذا قضى بين ثلاث ثم أدبر عنه نظر إليه وقال رجع إلي أعيد علي قضيتكما متطببون والله قال وسمعت مالكا يقول بل استعانى عبدا بغير إذن سيدي في شيء له بال ولذنه إجارة فهو ضامن لما أصاب العبد إن أصيب العبد بشيء وإن سلم العبد فطلب سيده إجارته لما عمل فذلك لسيدي وهو الأمر عندنا لم أفهم هل كونه من الأقضية قال يحيو سمعت مالكا يقول في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترق إنه يقف بانه بيده وليس له أن يحدث فيه شيئا ولكنه يأكل فيه ويكتسي بالمعروف فإذا هلك فبانه للذي بقي له فيه الرق قال يحيو سمعت مالكا يقول الأمر عندنا أن الوالد يحاسب ولده بما ألفق عليه من يوم ويكون للولد مال الله الضل كان أو عرض إذا أراد الوالد لذلك وحدث لمالكا عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني أن رجل من جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل فيغلي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال أما بعد أيها الناس فإذا الأسيقع فإذا الأسيفع أسيفع جهيلة رضي من دينه وأبارته بإن يقال سبق الحاج وإذا قد دان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم وإياكم والدين فإن أوله غم وآخره حرب باب ما جاء فيما أفسد العبيد أو جرح قال يحيو سمعت مالكا يقول السنة عندنا في جلاية العبيد أدا كلما أصاب جرح جرح به إنسانا أو شيء اخترسه أو حريسة اخترسها أو ثمر معلق جذه أو أفسده أو سنقة سرقها لا قطع عليه فيها إذ ذلك في رقبة العبد لا يعدو ذلك الرقبة كل ذلك وأكثر كل ذلك وأكثر فإن شاء سيده أن يعطي قيمة ما أخذ غلامه أو أفسد أو عقل ما جرح أعطاه وأمسك غلامه وإن شاء أن يسلمه أسلمه ليس عليه شيء غير ذلك فسيده في ذلك بالخيار باب ما يجوز من أن حدث لي مالك عبد الشيام عن سعيد بن المسيم أن عثمار بن عثمار قال من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يجوز النح له فأعلن ذلك له وأشهد عليها فهي جائزة وإن وليها أبو قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنا له صغيرا ذهبا أو ورقا ثب هلك وهو يليه إنه لا شيء للإبل بالذلك إلا أن يكون عزلها بعيدها أو دفع إلى رجل وضعها لبله عند ذلك الرجل فإذ فعل ذلك فهو جائز للإبل ورد إنه ضع لطف ورتد ويليه نحس أن ينفعنا بما علمنا بمنه وكرمه وأن يتوب علينا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وأجلزكم بسائر ما قرأناه إلى الآن سائر الله تعالى يتقبل منا ويتجاوز عنا اللهم صلي أفضل صلواتك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين